في هذا الإطار قال محرر شؤون الدفاع والأمن بصحيفة تليغراف البريطانية دومينيك نيكولز في مقالاً إن استعادة أوكرانيا لجزيرة الثعبان قد يكون أمراً حاسماً يسمح بفتح الطريق أمام الحبوب الأوكرانية المحاصرة بأرصفة أوديسا نحو التصدير من جديد أوضح نيكولز أن سيطرة روسيا على الجزيرة جعلت تصدير الحبوب من أوديسا شبه مستحيلة ومع استعادتها من طرف أوكرانيا فإن المنتوج الذي سيخرج سيخفف من حدة الأزمة الغذائية العالمية أضف الكاتب أن المهمة لن تكون سهلة خاصة مع انتشار الألغام الروسية لكنه ذكر بأن دور تركيا سيكون مهماً في هذا الباب بصفتها المشرفة على تطبيق اتفاقية مونرو التي تنظم الملاحة البحرية في مضيق البصفور في أوقات النزاع وقال إنه يمكن للقوات البحرية التركية المساهمة في التمهيد للممرات البحرية ومرافقة السفن المدنية وذلك إلى جانب دول أخرى مثل رومانيا وبلغاريا وأكد نيكولز أنه مع مرور الوقت سيظهر إذا ما كان قرار روسيا بالتخلي عن جزيرة الثعبان هو أحد التحاولات الكبرى في الحرب الدائرة حيث أثبت الجزيرة أنها مهمة وحاسمة بالنسبة للطرفين معا اشتركوا في القناة